أعزائي طالبة وطالبات السنوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجنا برنامج التفاضل والتكامل النهاردة إن شاء الله هنستعرض مع بعض موضوع المشتقات العليا تعلمنا نجيب المشتقة الأولى لدلة وعرفنا قواعد الاشتقاق اللي سبق درسناها في الصف الثاني السنوي أو اللي كملنا عليها السنة دي وتعرفنا كمان على الاشتقاق الضمني والاشتقاق البرامتر النهاردة هنشوف إذا كنا نقدر نشتق هذه الدلة بعد ما اشتقناها المشتقة الأولى نقدر نشتق مشتقة تانية مشتقة تالتة أو أكتر من كده ولا لأ بما يسمى المشتقات العليا للدلة تعالوا مع بعض نشوف المشتقات العليا للدلة إذا كانت صب تساوي دال سين حيث دال قابلة للاشتقاق بالنسبة إلى المتغير سين فإن مشتقتها الأولى هي مشتقة دال سين بالنسبة إلى المتغير سين ويبيرمز دلمشتقة الأولى بأحد الرموز الآتية كنا بنكتب دلصات دال سين أو بنكتب صات شرطة أو دال شرطة سين وهي تمثل دلة جديدة يعني المشتقة بتاعت الدلة صب تساوي دال سين كانت دلة جديدة بنرمز لها بأي رمز من هذه الرموز كمان إذا كانت المشتقة الأولى قابلة للاشتقاق بالنسبة إلى المتغير سين فإن مشتقتها اللي هي مشتقة دلصات دال سين بالنسبة للمتغير سين تسمى المشتقة التانية للدلة دال ودي تمثل دلة أخرى ويرمز لهذه المشتقة التانية أو الدلة الأخرى بأحد الرموز الآتية بنقول دال 2 صاد دال سين تربيع أو صاد شرطتين أو دال شرطتين سين أو المشتقة التانية اللي هي دال 2 للمشتقة دال دال سين بالنسبة للمتغير سين اللي هي دال سين تربيع كمان إذا كانت المشتقة التانية قابلة للاشتقاق بالنسبة للمتغير سين وبتكرار عملية الاشتقاق بالنسبة للمتغير سين نحصل على المشتقة التالتة للدلة دال وهي تمثل دلة أخرى دلة جديدة طبعاً وبيرمز للمشتقة التالتة بأحد الرموز الآتية دال 3 صاد دال سين تكعيب أو دال 3 شرط سين أو صاد 3 شرط أو دال 3 دال سين بالنسبة للمتغير سين وهكذا نقدر نشتق الدلة أكتر من مرة طالما كانت هذه الدلة قابلة للاشتقاق بالنسبة للمتغير سين عموماً تسمى المشتقات لدالة بدءاً من المشتقة التانية بالمشتقات العليا وتكتب المشتقات من الرد بنون كما يلي المشتقة النونية لصاب بالنسبة لسين أو دال نون صاد دال سين أو صاد نون اللي هي الرد بنون المشتقة النونية تكتب بأحدى الطرق أو هذه الرموز المشتقة النونية للدالة دال سين أو المشتقة النونية للدالة دال سين بالنسبة للمتغير سين حيث نون بيكون عدد صحيح موجب تعالوا نشوف مثال بيقول لي اوجد المشتقة التالتة للدالة صاد بتساوي عايزين نشتق هذه الدالة اللي هي صاب تساوي سين أوص 5 نقص 4 سين تربيع زاء الثلاثة نشتقها ثلاث مرات هذه الدالة كثيرة حدود صاب تساوي سين أوص 5 نقص 4 سين تربيع زاء الثلاثة هنقول باشتقاق طرفي المعادلة بالنسبة للمتغير سين ونقول مشتقة الصاد دالصاد دالسين مشتقة سين أوص 5 هي 5 سين أوص 4 ناقص مشتقط اربعة سين تربيع بتمانية سين والتلاتة طبعا دي دا اللي سابتة مشتقطها بتساوي صفر طب دعا نشتق المشتق التانية نقول دا لتنين صاد دا لسين تربيع هتساوي مشتق خمسة سين قصة اربعة يعني عشرين سين قصة تلاتة ناقص مشتق التمانية سين بتمانية يبقى المشتق التانية هتساوي عشرين سين تكعيب ناقص تمانية طب بالنسبة للمشتق التالتة دا لتلاتة صاد دا لسين تكعيب تمام هنشتق عشرين سين تكعيب اللي هي تلاتة في عشرين بستين سين تربيع ومشتقط السالب تمانية بتساوي صفر يبقى انا دلوقتي قدرت اشتق الدلة اللي هي صب تساوي سين قص خمسة نقص اربعة سين تربيع زائد تلاتة اشتقتها تلات مرات والمشتقة التالتة بتاعتنا بتساوي ستين سين تربيع اوجد المشتقة التانية للدلة صب تساوي اتنين سين على سين زائد واحد هذه الدلة دلة كسرية خارج قسم الدلتين هقول باشتقرق طرفي المعادلة بالنسبة للمتغير سين يبقى دل صد دل سين هتساوي ادي شرطة الكسر هنشتق البسط اللي هي مشتقة اتنين سين باثنين مضروة في دلة المقام اللي هي بين قصين سين زائد واحد نقص مشتقة دلة المقام اللي هي مشتقة السين زائد واحد دي بواحد في دلة البسط اللي هي اتنين سين على دلة المقام لكل تربيع دلة المقام اللي هي سين زائد واحد لكل تربيع يبقى ان الوقت يوصلت لدل صد دل سين بتساوي في البسط اتنين في ما بين قصين سين زائد واحد نقص واحد في اتنين سين على سين زائد واحد لكل تربيع تعالوا نفك الأقواس عشان نجمع الحدود المتشابهة في البسط هضرب 2 في القوس سين زائد 1 تبقى 2 سين زائد 2 وسالب 1 في 2 سين بسالب 2 سين أما المقام سين زائد 1 لكل تربية مش هنحاول نفك الأقواس اللي في المقام ونسيبها زي ما هي نقدر نختصر 2 سين مع سالب 2 سين في البسط تبقى دل صد دل سين هتساوي تمام في البسط 2 وفي المقام سين زائد 1 لكل تربية دي المشتقة الأولى للدل صد تساوي 2 سين على سين زائد 1 تعالوا نشوف المشتقة التانية اللي هي دل 2 صد دل سين تربية دي هتساوي طبعا البسط 2 دل سابتة مشتقته بصفر طبعا لو ضربناه في المقام اللي هو سين زائد 1 لكل تربية هتبقى بصفر مش هنكتب الصفر نقول سالب البسط دلت البسط اللي هي 2 فيه مشتقت دلت المقام المقام اللي هو سين زائد 1 لكل تربية لما نشتقه هننزل لتنين قبل القص سين زائد 1 وطبعا مشتقت السين زائد 1 بواحد مش هتأثر فيه البسط أما المقام فسين زائد 1 لكل تربية هنعمل لها عملية تربية هتبقى سين زائد 1 لكل قص 4 طبعا بنفك الأقواس أو نختصر الأقواس هقول دلت نين صاد دلسين تربية هتساوي بعد مختصرنا سين زائد 1 في البسط مع سين زائد واحد في المقام طبعا المقام كانوا 4 أقواس قصة 4 هتبقى دال 2 صاد دال سين تربية هتساوي البسط صالب 4 والمقام سين زائد 1 الكل تكعيب يبقى دلوقتي يقدرنا نشتق الدالة صاب تساوي 2 سين على سين زائد 1 مرتين وكانت مشتقتها التانية بتساوي سالب 4 على سين زائد 1 الكل تكعيب اوجد المشتقة التالتة للدالة صاب تساوي جتا بين قصين باي نقص 30 يعني صاب تساوي الدالة المسلسية جتا لكن الزاوية بتاعتنا زاوية مركبة من الحدين باي نقص 30 عايزين نشتق هذه الدالة 3 مرات فهقول دال صاد دال سين هتساوي نبدأ بمشتقة الجتا دي سالب جا في الزاوية باي نقص 30 في مشتقة الزاوية طبعا الزاوية عندنا باي مشتقتها بصفر وسالب 3 سين مشتقتها بسالب 3 يبقى دال صاد دالسين هتساوي سالب جا في الزاوية باي نقص 30 في سالب 3 هضرب سالب في سالب 3 يبقى دال صاد دالسين هتساوي تمام موجب 3 في جا باي نقص 30 طبعا عايزين نشتقى هذه الدل مرة تانية المشتقة التانية اللي هي دل 2 صاد دل سين تربيع هتساوي 3 في مشتقة الجا بجتة يعني جا باي نقص 30 مشتقتها جتة باي نقص 30 واضرف في مشتقة الزاوية الباي مشتقتها بصفر وسالب 30 مشتقتها بسالب 3 بكده نقدر نقول ان دل 2 صاد دل سين تربيع بتساوي سالب 9 جتة باي نقص 30 طبعا لو حبينا نشتقىها مرة تالتة يبقى دل 3 صاد دل سين تكعيب هتساوي سالب 9 معامل ومشتقة الجتة باي نقص 30 بسالب جا باي نقص 30 تمام مضروبة في سالب 3 اللي هي مشتقة الزاوية خلي بالي انا عندي سالب 9 وسالب جا وسالب 3 حصل ضربهم هيديني سالب 27 وتنزل الجا باي نقص 30 زي ما هي يبقى المشتقة الثالثة للدل ساب بتساوي جا باي نقص 30 بتساوي سالب 27 في جا باي نقص 30 وخلي بالك من عملية تبادل الجا والجا في المشتقات العليا للدوال المسلسية الجا والجا تعالوا نشوف مثال اخر اوجد المشتقة الثالثة للدلة صب تساوي الجزر التربيعي لاثنين سين نقص 5 طبعا دلت الجزر التربيعي ليها طريقة اشتقاغ سابق درسناها هنقول دل صد دل سين هتساوي شرط تكسر في البسط هنشتق ما تحت الجزر مشتقة تبالة اثنين سين نقص 5 تمام دي باثنين اما المقام هقول اثنين في الجزر التربيعي لاثنين سين نقص 5 يبقى انا كده اشتقيت دلت الجزر التربيعي اثنين سين نقص 5 ونقول بقسمة البسط والمقام على اثنين يبقى دل صد دل سين هتساوي البسط واحد والمقام الجزر التربيعي لاثنين سين نقص 5 عشان نشتق هذه الدلة مرة تانية ومرة تالتة يفضل كتابتها ده الصد دلسين بالصورة القصية يعني هقول ده الصد دلسين هتساوي ما بين قصين اثنين سين نقص خمسة لكل قص سالب نص طيب نقول ده الاثنين صد دلسين تربيع ما يكون عندي قوس مرفوع لقص سالب نص هنزل القص الاول الاثنين سين نقص خمسة بين قصين زي ما هي والقص بتاعنا اللي هو سالب نص هنقص منه واحد هيبقى سالب 3 على 2 وما ننساش نضرب في مشتقة الدلة ما بين القصين مشتقة 2C نقص 5 ب2 يبقى نقدر نقول دلوقتي ان المشتقة التانية هي سالب نص في 2C نقص 5 الكل قص سالب 3 على 2 في 2 طيب لو اختصرنا النص مع 2 يبقى نقدر نكتب دلتنين صاد دلسين تربيع بتساوي سالب وبين قصين 2C نقص 5 الكل مرفوع للقص سالب 3 على 2 خلي بالي هو كان طالب مني المشتقة التالتة هننزل القص اللي هو سالب 3 على 2 نضربه في السالب يبقى المشتقة التالتة هتساوي موجب 3 على 2 في 2C نقص 5 مرفوع للقص سالب 5 على 2 مضروبة في 2 مضروبة في 2 اللي هي مشتقة 2C نقص 5 برضو لو اختصرنا 3 على 2 في 2 تبقى بتلاتة يبقى المشتقة التالتة هتساوي 3 وبين قصين 2C نقص 5 مرفوع للقص سالب 5 على 2 نقدر نقول دلتنين صاد دلسين تكعيب بتساوي عشان هو كان مديني صورة السؤال على صورة دلت جذر تربيعي يبقى نقدر نقول ان المشتقة التالتة هتساوي 3 مقسومة على 2C نقص 5 لكل تربية مضروبة في الجذر التربيعي لاثنين سين نقص 5 تعالوا نشوف مثال اخر بنقول اذا كان 3 سين تربيع زائد 5 بيساوي 2 سين في صاد فاثبت ان سين في المشتقة التانية اللي هي دلتنين صاد دلسين تربية زائد اتنين في المشتقة الاولى اللي هي دلتصاد دلسين عايزين نسبة ان الكلام ده اللي هو الطرف الايمن بيساوي 3 في الطرف الايصر طبعا علاقة اشتقاق ضمني تتضمن سين وصاد وعايزين نشتقاها مرتين عشان نشوف ازاي احنا بنقدر نطبق المشتقات العليا على الاشتقاق الضمني قادي العلاقة ضمنية اللي هي 3 سين تربية زائد 5 بتساوي 2 سين صاد وهقول باشتقاق الطرفين بالنسبة الى المتغير سين اشتق 3 سين تربية هتبقى 6 سين طبعا الخامسة دلسابتة مشتقتها بصفر هيساوي الطرف الايصر 2 سين صاد مشتقت 2 سين صاد تحاصل ضرب دلتين هنسيب 2 سين ونشتق الصاد بدل صاد دلسين زائد هنسيب الصاد ونشتق 2 سين ب2 يبقى 6 سين بتساوي 2 سين في دلصاد دلسين زائد 2 صاد لو قدرنا نقول بالقسمة على 2 بقسمة الطرفين على 2 هيبقى الطرف الايمن 3 سين هيساوي تمام اما اسمت 2 سين على 2 بقت سين في دلصاد دلسين زائد اسمت 2 صاد على صاد بقت بتساوي صاد يبقى الوقت يوصلت لتلاتة سين بتساوي سين في دلصاد دلسين زائد صاد زي العلاقة بمكتوبة كده مش هنغير فيها حاجة هنقول باشتقاق الطرفين مرة تانية بالنسبة للمتغير سين فمشتقاق التلاتة سين هتساوي 3 ده الطرف الايمن يساوي في الطرف الايصر هتمشتقاق السين بواحد وتنزل دلصاد دلسين زي ما هي زائد لو كتبت السين زي ما هي هشتقاق دلصاد دلسين اللي هي دال 2 صاد دلسين تربية مشتقاق دلصاد دلسين اللي هي المشتقاق التانية اللي بنكتبها بالرمز دال 2 صاد دلسين تربية زائد مشتقة الصاد اللي هي دلصاد دلسين يعني قدر اجمع الحدود المتشابهة واقول 3 بتساوي 2 في دلصاد دلسين زائد سين في المشتقة التانية الصاد بالنسبة لسين طيب تعالوا نرتب هذا المقدار لوصلنا له ونقول سين في المشتقة التانية ليسين في دل 2 صاد دلسين تربية زائد 2 مضروبة في المشتقة الاولى اللي هي دلصاد دلسين يتساوي 3 اللي هو الطرف الايسر فعلا هو دا المقدار اللي مطلوب مني اثبت صحته في اصل السؤال بتاعنا مثال اخر